ترجمة نانسي قنقر مبروك علينا الفوز تعرف هاي المباراة نص نهائي توديك للنص نهائي فلازم فيها ضغوطات الحمد لله همشي أخدنا المباراة عدنا بخلاط لازم نصلحها والفريق الإيراني كان حاضر عنده فرصة للتأهل الحمد لله طلعنا بالفوز إذا تبغي تكون بطل لازم تواجه التحضر لأي فريق يعني فريق قطر تعرف الفريق المرشح للبطولة فأحنا الحمد لله ما علينا ضغوط نسألنا ناخر المباراة الباقي بيد رب العالمي حصد لاعب منتخبنا الوطني للمصارعة خضير سيف الدين الميدالية البرونزية ضمن منافسات دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية والمقامة بالعاصمة السعودية الرياض وذلك بعد تحقيقه المركز الثالث بفئة وزن 87 كيلوغرام في المصارعة الرومانية ليرفع حصيلة المملكة في الدورة إلى ست ميداليات ملونة بواقع ثلاث ذهبيات وفضية واحدة وبرونزيتين تعود الإثارة من جديد للعاصمة البحرينية المنامة من خلال أسبوع بريف الدولي للقتال 2023 والذي يقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وسيكون هذا الأسبوع الذي تنظمه منظمة بريف في الفترة من الخامس وحتى السادس عشر من شهر ديسمبر على صالة مدينة خليفة الرياضية هو الأكثر حماسا وتشويقا لمحبي وعشاق الرياضات القتالية حيث سيشهد هذا الحدث ثلاثة بطولات دفعة واحدة تتواصل منافسات مسابقة البيكر للبولينغ والمقامة على صالة مركز أرض المرح بمشاركة الأندية الثمانية الأعضاء بالاتحاد البحريني للبولينغ وضمن منافسات المجموعة الأولى جاء نادي البحرين في المركز الأول برصيد 41 نقطة ويليه نادي أم الحصم ونادي الصم ونادي الرفاع أما في المجموعة الثانية فقد تصدرها نادي الحالة برصيد 34 نقطة متفوقا على أندية الرفاع الشرقي والاتفاق والمنامة ضمن منافسات الجولة الأولى لدور عيسى بن راشد العام لكرة الطائرة حقق فريق الأهلي فوزه الأول بالمسابقة على حساب فريق اتحاد الريف بثلاثة أشواط مقابل لا شيء وفي المجموعة الثانية تمكن فريق النبي صالح من الخروج بانتصار على حساب فريق المعامير بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر